معنا من تونس مرسلنا سيف الدين العامري إذن العملية ما زالت متواصلة على ما تبحث الآن الأجهزة الأمنية بالتحديد هل هناك خلايا نائمة في هذه المناطق؟ نعم فضيلة في الحقيقة كانت كتيبة الفرقان كانت تنشط في منطقة سوسا منذ 2015 و14 إلى حدود 2016 وكانت طبعا على رأس بعض العمليات الإرهابية التي حدثت من بينها عملية فندق الإمباريال في صائفة 2016 بسوسا في الحقيقة فضيلة هناك جملة سياسية مهمة جدا قد صرح بها رئيس الجمهورية قيس سعيد عند زيارته إلى منطقة العملية في مفترق طرقات أكودا طبعا القنطاوي في منطقة سوسا قال إلى من يريد أن يرتب الأوضاع السياسية في تونس من خلال هذه العمليات فهو واهم إذن أصبحنا الآن في منطقة رسائل سياسية في الداخل التونسي لأطرف مكشوفة ربما لدى رئيس الجمهورية نحن لم نتحقق بعد إلى من يريد أن يوجه رئيس الجمهورية هذه الرسالة خاصة وأنه قد أكد أن هناك أطراف تقف وراء هذه العملية على الأجهزة الأمنية والعسكرية كشفها قريبا وقال إن شعب التونسي لم تعد تخفى عنه مثل هذه الأشياء طبعا حديث رئيس الجمهورية دائما قابل للتأويل خاصة وأنه لا يوضح من هي الأطراف التي يقصدها في رسائله المشيشي أيضا رئيس الحكومة طبعا تسلم منذ يومين فقط رئاسة الحكومة قال إن هؤلاء جراثيم ولن يستطيعوا المسة من الأمن القومي التونسي ومن السلم والاستقرار العملية لا تزال متواصلة في التحقيق مع العنصر الرابع الإرهابي الذي تم اعتقاله حسب مصادرنا لم نتأكد بعد ولكن طبعا تم اعتقاله إلى حد هذه اللحظة وهذه المعلومة التي وردتنا وأيضا تم القضاء على الإرهابيين الثلاث في مدرسة ابتدائية بمنطقة أكودة في ضحية مدينة سوسا وطبعا ننتظر التطورات القادمة ربما هناك اعترافات ستفيدنا بها وزارة الداخلية مع الشخص الرابع الذي تم اعتقاله شكرا لك سيف الدين العامري من تونس شكرا لك